ساحة التيران أو بلاسا دي توروس كما يسميها سكان طنجة بعدما كانت فضاء للاستمتاع والفرجة تتحول اليوم العديد من مرافقها إلى مستودع بلدي فيما تعرضت أجزاء منها للتلف بسبب الإهمال البناية ما زالت تنتظر مشروعا فعليا لإصلاحها وترميمها على نحو يلق بما تمثل من ذاكرة تاريخية لقاطني المدينة ساحة التيران أو كما يسميها أهل طنجة بلاسا دي توروس تعتبر معلمة أساسية من منتصف القرن العشرين لتبنى بعيدة للفترة الدولية تعتبر من أهم المعالم على المستوى في المجال الحضري أيضا على المستوى الهندسي باعتبار أنها تعتبر الآن الوحيدة من نوعها على مستوى المغرب المعلمة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجال المجال الجغرافي والمجال السياسي أيضا لطنجة وكذلك هي مكونات الفضاء العمراني لطنجة قبل أسابع قليلة أدرجت ساحة التيران ضمن المآتر التاريخية من طرف وزارة الثقافة إدراج سيحول دون هدمها أو إحداث أي تغيير في الشكل العام للبناية وذلك بفضل ملتمس تقدمت به إحدى الجمعيات التي تعنى بالبيئة والمآتر التاريخية مجموعة من المميزات على المستوى المعمالي ولا على المستوى الجمالي والتي كتبوها ولا على المستوى الندرة باعتبارها من آخر ساحات التيران المتواجدة بالمغرب وبالقرار الإفريقية لهذا فتثمين هذه المعلامة من خلال ترتيبها كشق أول لضمان الحماية القانونية وهو مسألة أساسية خاصة بأن هذه المعلامة التاريخية كانت معرضة لمجموعة من المخاطر خاصة بأنها وسط واحد التجمع دي المباني السكنية ومجموعة من الإشكالات المرتبطة بالفضاء المحيط بالموقع المدكور بالرغم من إدراج بلاسا دي توروس ضمن المآتر التاريخية فإن العديد من المعالم التي تختزل تفاصيل مهمة من تاريخ مدينة طنجا ما زالت عرضة للإهمال وقد تم إخلاق عدد مهم من هذه البنايات التاريخية بدعوة أنها أصبحت مهددة بالإنهيار